سيطرت فرق الإطفاء على حريق هائل اندلع في مصنع للمواد الكيموية بمنطقة الري أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الإطفاء وحرس المصنع وتدمير أكثر من 27 مركبة وفي سياق متصل أكدت الهيئة العامة للبيئة سلامة وجودة الهواء وخلوه من أي ملوثات إثر الحريق تمكنت الإدارة العامة للإطفاء من السيطرة على حريق اندلع بمصنع للبترو كيمويات في منطقة الري الصناعية ما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الإطفاء وحرس المصنع وتدمير أكثر من 27 مركبة وأوضحت إدارة الإطفاء في بيان صحفي أن ست فرق إطفاء تعاملت مع الحريق الذي اندلع في المصنع المقام على مساحة قدرها 2000 متر مربع وهي مراكز الشويخ الصناعية ومبارك الكبير للمواد الخطرة والعرضية والسلمية الجنوبي والعمليات وفرق الإسناد ويتكون المصنع من قسمين الأول منهما عبارة عن مصنع للمواد البترو كيموية وهو الذي اندلعت به النيران والثاني يستخدم كمخزن مؤقت لحين تحميل منتجات المصنع ولفتت الإدارة إلى أنها فرضت طوقا على المصنع حتى لا تمتد ألسنة اللهب إلى المباني المجاورة وأضاف البيان أن الخسائر المادية الناتجة عن الحادث كبيرة جدا ولا يعرف حجمها حتى هذه اللحظة وحتى الانتهاء من التحقيق الذي فتح لمعرفة أسباب وملابسات الحادث